أهلا بحضراتكم لقد عاب القرآن الكريم في سورة الحج على المشركين مساوئهم كلها وعددتها السورة في شؤون الدين سواء بإشركهم أو بإنكرهم لموضوع البعث وصدهم عن الإسلام يعني مش هما بس بينكروا وليهم وبيكذبوا لا ده كمان ويصدون الناس عن دين الله وعن المسجد الحرام وكمان بيسعوا إلى إخراج أهله منه بعدما عدد كل هذه مساوئ المشركين عطف على هذه المساوئ السابقة ضلالهم بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وقصد النص الشريف من ذلك تسلية فؤاد الرسول عليه الصلاة والسلام وبردو تمثلهم بأمثال الأمم التي استأصلها الله تعالى وتهددهم بالمصير إلى مصيرهم ليه؟ لأنهم كذبوا نبيهم الكريم عليه الصلاة والسلام وآذوا النبي الكريم فكان لابد من التهديد والتقريع لأفعالهم ورغم الجحود من المشركين المكذبين إلا أن الله تعالى أملى للكافرين حينا من الزمان كما أملى لقريش يعني كل الأمم السابقة اللي كذبت أنبياءهم الكرام كذلك أملى الله لهم قبل أن يعاجلهم بالعداب وكذلك قريش لم يستعجل لم يعاجلهم بالعقوبة بل إدهم مهلة منحهم فترا من الزمن ثم أخذ بعدها المكذبين أخذا شديدا كما ذكرت هذه الباقة من الآيات الكريمات في قول المولى سبحانه وتعالى وإن يكذبوك فقد كذبت فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير أمليت للكافرين أمليت جاية في اللغة من الإملاء طب أنت بتملي هذا العاصي يعني إزاي؟ بتديله مهلة وإن اللي بيحصل معاها؟ قال لك الإملاء وأن تملي ذلك العاصي قال لك ترك المتلبس بالعاصيان دون تعجيل عقوبته وتأخير وتأجيل العقوبة دي الوقت متأخر حتى إنه يعتقد أو يحسب أو يظن إنه قد نجى من ذلك ثم يؤخذ بي العقوب فأمليت للكافرين ثم أخذتهم ليه النص ما ألشي ثم أهلكتهم ثم مثلا قضيت عليه فأمليت للكافرين ثم أخذتهم الأخذ أصله أو حقيقته في اللغة العربية هو التناول لما لم يكن في اليد فأمام الورق أخذت الورق أنا أخذته فأنا بتناول الشيء التناول لما لم يكن في اليد طيب عبر بيه هنا ليه في النص الشريف قال لك استعاروا هنا عشان يديك معنى القدرة التامة الشاملة المحيطة القدرة عليهم بتصليط الإهلاك بعد إمهالهم يعني ما يعتقدوش لأنه هم يظنوا لطول ما هم علي هم يعتقدوا يظنوا لطول ما هم علي إنهم ماضون في ما هم علي من شرك والفترة بقى طالت ما هم متسابين في إمهال وتأجيل للعقوبة وللعذاب وده هيأ لهم الإمهال إنه هم متركين وبالتالي أخذهم الله وبعد ذلك فيديك إنه جاء بعد ذلك البغتة بعد المهلة دي وفيها القدرة وتملك فعبر بالأخذ لظهور قدرته عليهم بعد وعيدهم طيب سياق الآيات هنا الأخذ بالإهلاك للأمم التي كذبت أنبياءها معلوم بنوع من التفصيل الواضح في آيات أخرى في القرآن الكريم وإحنا فصلناها في الحلقات في حلقات كثيرة سابق وإحنا بنبين بنشرح الأمم دي كيف كان يعني تعامل أنبياءهم معاهم وكيف أبلغوهم بالرسالة ثم كيف كذبت هذه الأمم ثم كيف كان هلاك هذه الأمم باختصار السياق هنا بيتكلم عن الأمم التي كذبت أنبياءها وأهلكت فإهلاك مثلا قوم نوح المكذبين كان بالغرق وقوم عاد أهلكهم الله سبحانه وتعالى بريح شديدة البرودة عصفت بهم سبع ليال وثماني أيام حتى أهلكتهم عن آخره سمود أهلكوا بالصيحة إلا أصعقتهم وإحنا عشنا مع القصص دي بتفصيل في حلقات سابقة في قلوب عمرة ومثلا أمر الله تعالى جبريل عليه السلام أن يقتلع بلدة قوم لوط يقتلعها وبعدين ترفع ويخسف بهم الأرض وجعل عليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل وأنجى الله لوطا وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين أي الهالكين وقوم مدين اللي ذكروا برضو ضمن الأمم المكذبة اللي هم قوم سيدنا شعيب عليه السلام أرسل عليهم الحر الشديد لمدة سبعة أيام وبعدها ظهرت ليهم ولاحت لهم في الأفق سحابة ظل فاعتقدوا أن السحابة جي تقيهم أو ظنوا أنها ستحميهم من هذا الحر الشديد فراحوا يستضلون بها فاشتعلت نارا وأحرقت جميع المكذبين الذين كذبوا بدعوة نبيهم شعيب عليه السلام كما قال الله تعالى فأخذهم عذاب يوم طل وأغرق الله تعالى عدو موسى عليه السلام يبقى كل المذكورين دول جاء تفصيل ألوان العذاب الذي أخذوا به في سائر القرآن الكريم وبيناه في حلقة سابق لكن المتأمل في سياق عرض سورة الحج للأقوام المكذبة بأنبيائهم هتجد ضمن من ذكرت السورة قوم إبراهيم طب قوم إبراهيم ضمن لم يتقدم في القرآن الكريم ذكر لعذابهم أو أخذهم سوى أن قوله تعالى في سورة الأنبياء وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين يعني فقط أشارت سورة الأنبياء إلى سوء عاقباتهم مما أرادوا به من الكيد لسيدنا إبراهيم عليه السلام لكن لم تذكر كيف أخذوا أو هذا العذاب الشديد الذي أخذهم طب ليه جاءت الإشارة إلى قوم إبراهيم المناسبة هنا بين هؤلاء أو هذه الأقوام التي أهلكها الله لأنهم كذبوا أنبيائهم وذكر قوم سيدنا إبراهيم عد قوم إبراهيم ضمن من ذكروا من ضمن الذين أخذهم الله تعالى لأن قوم إبراهيم كانوا أكتر شبه بمشرك قريش في إيه؟ في إنهم كذبوا رسولهم وإنهم آذوه وألجأوا إلى الخروج من موطنه قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وكان الذكر ده برضو مناسب جدا للأحوال اللي ذكرتها سورة الحج وليما تعرض له النبي عيسى والسلام والصحابة الكرام لأن قريش ألجأت المؤمنين إلى الخروج من موطنهم كما في قول الله تعالى اللي أشرت إلي سورة الحج الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق فمناسبة لذكر قوم إبراهيم هنا مع السياق العام يعني تهديد قريش أنتوا هتخرجوا ولكن سينصره الله كما نصر الله إبراهيم على قومه وكما نصر الله تعالى باقي الأنبياء الكرام على أقوامهم الذين كذبوا وأنكروا الوحي ولم يؤمنوا به ولم يمتسلوا لما فيه من أنوار تهديهم إلى طريق الله المستقيم يقول الله تعالى وإن يكذبوك وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمد وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكيف كان نكير يعني كيف كان إنكاري على هؤلاء وكيف كان الإنكار على هؤلاء وجاء السياق هنا على هيئة استفهام لأنه من معاني ومن وظائف الاستفهام إنه لم يجي في مثل هذا السياق يديك التهويل والتعجيب من قوة هذا الإنكار لأنه كان هذا الإنكار بهم مخيف مهلك قاصم أفضى بهؤلاء المكذبين بأنبيائهم إلى الهلاك حول العمران والمدنية اللي كانوا عايشين فيها والحضارات اللي كانت عند بعضهم إلى خراب تام تم كسر غرورهم وتحول إلى ذلة وهوان بيّنت يعني هذا وأظهر هذا الخزي والدمار لهؤلاء المكذبين بوضوح شديد في نوع من الاختصار كده سورة العنكبوت في سياق حديثها عن الأمم المكذبة إن هي أجملت لنا أنواع العذاب الذي كان يهلك بهؤلاء المكذبين لأنبيائهم عشان يبين إنه احتياج البشرية للوحي أمر ضروري والعمل على إنكار الوحي والعمل على هز الناس من الارتباط بالوحي وإن هذا الوحي فيه سعادة البشرية في الدارين لذلك استحقت هذه الأمم المكذبة بأنبيائها هذه الصنوف المختلفة من ألوان الهلاك والعذابات والتي ذكرتها جملة سورة العنكبوت في قوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة اللي نزلت عليه الحجارة كقوملوت خسف ميومة رفعت الأر سيدنا جبريل شل أقلع المدينة من جذرها وجعل عليها سافلها وأمطرت عليهم مطر أرسلنا عليه حاصبة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر